النجف حاضرة مرجعية حاضرة دائما تراقب المشهد وقد تحدثت عن أمور كثيرة بما تتعلق في البلد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد وطريقة التحذير كانت واضحة وطريقة الإنذار كانت واضحة وطريقة النصح كانت واضحة إلى أن وصلنا إلى أن البلد انهار ثلث من البلد انهار لماذا؟ لأن الآخرين قد أعطوا الأذن التي لا تسمع نوح عليه السلام لبث في قومه ما لبث كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم سيد الشهداء في واقعة الطف والمعركة بدأت بين الخطب التي بيّنها سيد الشهداء وبين السيف سويعات معركة حصلت قبل ظهر فقط يريد أن يتكلم يريد أن يبين هو مجموعة من أصحابه لقد أبرمتنا بكثرة كلامك الأمة عندما تغلق هذه النعمة نعمة السمع عندما تغلق آذانها ستقع في مستنقع لا تنهض منه ولا تحين من دمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر